موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متصديقين جريدة المغرب الحر اليوم قد تواجدك بطلط مدينة الكناس معنا الأرس سلام عليكم واحد شب طموح اللي غادي يعود لنا يعني كيف الشرق مضيقات في المشاريع السياحية تفضلكم يا موسيقى شكرا للأخدريس شكرا لقناتكم المحترمة المغرب الحر كما قلت لأخدريس كانت عندي هناك واحد الأحداث وكانت عندي واحد النازلة كما قلت او بالأحرام مضيقات اللي كنت نعيشها في مجموعة المشاريع ديالي ولكن اختارت بعض المضيقات في واحد المشروع اللي هو خاص بديته في شرط السعود وذلك جات تزامنا مع الخرجة الإعلامية اللي كنت صرت فيها مجموع هذه الأحداث والمضايقات وحتى التطورات والمستجدات اللي كانت اليوم اللي هو يوم الخامس نقدم لكم نفسي ونقدم للقناة المحترمة لكم راسي معكم مونسيف مصغري شاب أحد أبناء مدينة مكناز الطاموحين والغيرين على المدينة وعلى البلاد ديالو صاحب مجموعة من الشقق مالك لمجموعة من الشقق المفروشة بمدينة مكناز المعدة للكلاء اليومي والآن أنا مقبل على أحد المشاريع اللي بديت فيه في شرط السعود على شكل واحدة فندقية اللي كانت تواجد في وسط المدينة حمرية ندرو باختصار على هذا المشروع هذا وعلى المشاكل اللي لحقتني فيه أو بالأحرى المضايقات كيف ما سميتي هانتا الخدريس بالنسبة لي هذه الواحدة الفندقية تعرضت عليها من طرف وسيط عقاري اللي كنت قلت له يدد لي واحد الموعد ينسق لي موعد مع صاحب الواحدة الفندقية فعلا تم تنسيق لي الموعد وقلسنا أنا وصاحب الواحدة الفندقية وكانت هناك واحد تفاهم وكان هناك واحد وحد تراضي فيما بيننا فيما يخص المدة فيما يخص تمان فيما يخص شروط باش غادي تم العقد الرسمي فبالتالي هذا السيد هذا كانت يعني دائما مشكلته الوحيدة هي أنه كيت تراجع في القرارات دياله وكيت غير في الاتفاقات اللي كان قوم أنا ويا بها مثلا الموعد الأول تم الاتفاق على التمان تم تحديد المدة تم تحديد مجموعة من الشروط بما فيهما لك وما عليك مستقبلا فإذا به الموعد الثاني اللي كان بغيون نقرروا فيه شنو غادي تدار في العقد الرسمي تلقوا مجموعة من تغييرات ما عرفت أنا وش كي ستاشر مع ناس اللي كي بدلوا الرأي دياله ما عرفت أنا وش عنده شوكوك في القرارات دياله ما عرفت أنا ش يعني شخصيا ما هي المشكلة دياله شنو هي مشكلته واش ما تايق شراثه واش باغي وما باغي ش يتازم بواحد العقد اللي أعلم المهم في أخر المطاف الى تازمنا بواحد العقد اللي هو عادي رسمي كي يحكم عليه وكي يحكم عليه فما يخوص دياله الواحدة الفندقية خديتم مزيبة بالأمور الحمد لله بديت في الواحدة الفندقية التمبيل الاتفاقات اللي كانوا بين يو بينو هو الإصلاح ديال مجموعة ديالالشوقاق اللي كانت تمتلك الواحدة الفندقية فيما يخص التغيير ديالهم فيما يخص حتى المشاريع اللي غتكون فوق السطح يعني في الطابق العلوي كانت غا تكون مقهى وكان غا يكون مطعام هذا والاتفاق يعني المشروع السياحي غا تكون مشروع كبير ان شاء الله وعنده واحد صيت زوين وفي نفس الوقت شوه تشجيع الاي شاب مصمر وتشجيع الاي شاب بغي عنده حلم عنده طموح عنده رغبة انه يبني مستقبله ويعتمد على نفسه ويكون راسه ما فيها عيب ما فيها بس فهذا في الاختصاص ديالي داخل في الاختصاص ديالي الواحدة الفندقية لانا الان المكتري ديالها او صاحب الواحدة الفندقية فهذا اختصاص ديالي انا من قبل مالك المجموعة من الشقاق داخل مكنس وخارج مكنس في مجموعة من المدن السياحية فالواحد الفندقية داخلها بالاختصاص ديالي الحمد لله بحكم التجربة بحكم الحتيكاك بحكم يعني سانوات ديال الخدمة ما عنده مشكل الان المضايقات اللي تلقى من طرف صاحب الملك الاصلي واللي كيربط بينه واحد العقد اللي كيربط بينه واحد العقد رسمي فهو من بينهم مثلا انا ما بغيتكش تنزج السجيل التجاري ديالك اللي كيخول لك الحق انك يعني كيولي معترف بك انك كتزاول هده 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 الناشط هذا مثلا اه ما بقاش بغيت تفق معايا فيما يخص الاصلاح لان انا خصي نحسل الجودة ديال الشقاق اللي عندي في الواحدة الفندقية ممكن ليش نخدم بجودة ضعيفة فبالتالي ما غانستقبل الزبائن فبالتالي ما غاديش نصوره مجموعة ديال المادية اللي كتغطي المصاريف ديالي اللي كتغطي الحاجية ديالي ود العمال ديالي وحتى فلوسه هو والان احنا اخذينا مجموعة من الاجراءات القانونية في هذا الباب هذا حتى باش يعني يكون واحد النوع ديال الاحترام القانون فوق الجميع تيحكم عليها وتيحكم عليه وتيحكم عليه وتيارضي ما بين الطرفين ما لك وما عالك الحاجة اللي كتهمني أنا غاي اعطيها للقانون الحاجة اللي من جهته غاي اعطيها للقانون وهنا كمستجدات مجموعة من المستجدات مجموعة تطورت اللي حصلت اليوم يعني يوم الخاميس دبا هو الأخ دريس كيف ما كتعرف دبا انت هي نسبة السياح في المغرب فهي ضعيفة هذي تزامنا مع الجائحة هذي كنعيشوه في العالم كامل ما كينش المشكل يعني المشكل فاش كيكونوا مجموعة للنس كي يدعموك بتنادوش على المدية المدية انت مقابل على واحد المشروع او خديتي قرار او درت له واحد دراسة من مجموعة للجوانب دياله فإلا وانت كتعرف مزيان فين غادي دبا المشكل اللي كنتكلموا عليه الاكتر من الجائحة حان الجائحة نقول هذا واحد المرض يعلم الله من نجا مازال علماء وحارفه دول كبرى وحارفه هذي جائحة وتنتمنها من الله سبحانه وتعالى انها تمر ولكن رأي الجائحة الكبرى هي دي الناس هي دي الانسان هذي اكبر جائحة والجائحة ونسبة الخدمة ضعيفة ونسبة السياح ضعيفة وحتى الزوار اللي كانوا كي يتوافدوا عن بتك الشكل الكبير اللي غا يغطيوا كيف مكان قوله حنا الحاجية ديالنا والمصاريف ديالنا والمصارف دياله وحتى المصارف دياله وحتى المصارف دياله ولا يعقل الجودة ضعيفة والجائحة ونسبة السياح ضعيفة وكي تدير تخدم انت وكي تدير تجلب عندك مجموعة الناس بشتصور كما تقول المصاريف ديالك وتغطيع الحاجيات ديالك وتغطيع الحاجيات ديال المكري فهنا وقع واحد سوء الفهم ما بيني وبين المكري لكي يربط بيني وبين واحد العقل هاد سوء تفاهم كي تجلى في انني قلس انا ويا على طاولة الحوار عدة مرات قلت له شوف نسولوا على القانون ونعرفوا ما لك وما عليك فيما يخص الإصلاح ماشي عيب الإصلاح ديالة الوحدة الفندوقية فهي كتتدر من مجموعة ديال الأمور كتتسمى العيوب الخافية في القانون اللي ما كتقدرش تدر على تلت شهر ربع شهر خمسة شهر تلست شهر قال لي ماشي مشكل سول في القانون وقلت له أنا القانون اللي كانت يقول لي أنا نصلح ما عنديش مشكل أنا ضيجة مكتب الاستقبالات والغرفة الخاصة بالكونسياج وكل شي صلحتهم بدون مقابل من عندي ومن جيبي الخاص ما عنديش مشكل ولكن ظهرت هناك عيوب خافية اللي هي كبيرة عنده العيوب في الأصل ديال البناء مشاكل في الأصل البناء قال لي ماشي مشكل سول لما خديت المجرى القانوني وصفت له انضار عن طريق المحامي ديالي انضار مكتوب عن طريق الباريد المضامون توصل بالرسالة مشاكل الباريد خد الإنضار قراه عنده مدة 15 اليوم أجر القانوني تعتليك القانون محددة 15 يوم خسك تجاوب عليك الرسالة كتابة وتجاوب المحامي ديالي ما تجاوبنيش أنا أنا عندي الصيفة أنا صيفة الإنضار عن طريق المحامي فبالتالي تجاوزت تجاوز المدة القانونية بشي يجاوب على الإنضار ما جاوبش فاتت 15 يوم ما جاوبش حتى كانت تفاجأ به الخميس الماضي مش هاد الخميس اللي حنا فيه اليوم إن شاء الله الخميس الماضي كانت تفاجأ به جاب واحد صادق دياله كيقول على أنه مهندس أو تقني أو العلم لله وجاب معاه واحد المفوض قضائي جابهم بثلاثة استغلوا عدم الوجود ديالي بالواحد الفندقية وجاووا ودخلوا بدون صيفة بدون ساند قانوني بدون أمر من المحكمة بدون طلب والغريب في الأمر بدون إذن مني نلقاوا المستخدامة اللي في الاستقبالات في الباب الرئيسي استفسرت منهم السلام عليكم ش كنتم موفين غادين ما حاولوش يقولوا لاته السلام عليكم جاين داخلين ديالكت مباشرة السلام عليكم السلام عليكم السلام ش كنتم قالوا لحنا نزل المحكامة قالت لهم مرحبا سيدي اعطوني ما يوفيد اعطوني شي حاجة كاتبيين على أنكم مرسولين من طرف المحكامة واش غادي تستدعيو شي حد واش غادي تبلغونا شي حاجة واش غادي تديرو شي مشاهدة أو لاستجواب أو عيطول صاحب المحل يعتكهم الإذن هو الشخص اللي عندي معاه العقدان قال لها أنا ما تحتاجش الإذن أنا هو الملك الأصلي ديال المحل ما محتاجينش الإذن احنا غادي ندخلوه نشوفوا شي حاجة ما استجبوه لاش فبالتالي يدخلوه عندنا في الطابق السوفلي اللي هو الريتوسي عندنا الشقة الأولى وعندنا الشقة الثانية وعلى الطابق العلوي يدخلو للشقة الأولى وما تلتابيهم العلم والله شنو شافوه شنو داروه ما نعرف يدخلو للشقة الثانية العلم والله شنو داروه شنو شافوه ما نعرف المستخدمة اللي في الاستقبالات هزت الهاتف ديارة تصلت بها قتلها وديرها صاحب الملك الأسلية عندك مع العقدة رهجاب أشخاص مجهولة اللي هو إياه وقتحموا بدون إيدن وما استجبوا ليش حاولت نوقفهم حاولت نستفتر منهم ما استجبوا ليش وده برة هم دخلوا قتحموا الشقة اللولة قتحموا الشقة الثانية وواحد فيهم قتحموا الشقة الرابع بل أكثر من هذا كانوا شقة فيها واحد زابون لحصل لحد ما كانوا الزبائن في الشقة أخرين شقة الفوق في الطبق العلوي كان فيها زابون حاولي يفتح الباب لقاهم سدود دار الشقة اللي مراها لقاهم حلولها ودخلها أوكي قلت لها دوزي لي أحد الأشخاص منهم دوزاته لي قلت له الشرف شكنتو ما وش عندكم شي صيفة وش عندكم شي إيدن وانا هو ملمحل تشاورتوا معايا أخذتوا الإيدن ديالي عيدتوا لي اكتفى بلعتي دار مدة خمسة دع قوتي تتكلم معايا في الهاتف وانا تنخاطب بهذا الشكل الرسمي هو فقط تعتقدر من حقك وسمحنا ولا الله وغيجينا وغيقنا نشوفه كذا وكذا وكذا اختعت معاه الهاتف جيت مباشرة اللي واحدة الفندقية يلقيتهم غاضروا فبالتالي مشيت التسجيل ديال مراكة الكاميرات المراقبة يلقيتهم داخلين بطريقة اللي فيها مداهمة وفيها اقتحان وفيها هجوم طريقة اللي كان نشوف انا في التسجيل ديال الكاميرات المراقبة هاتش اللي لقيت فبالتالي خديت المستخدامة سأخذي البيت عقل وطني التعريف والكمامة والدائرة الامنية اللي تابع الواحدة الفندقية فعلا بشيط الدائرة تقدمت بشيكاية تقدمت محاضر رسمي تم تحرير جوج المحاضر في حقي وفي حق المستخدامة الاستقبالات هي قلت دكشي اللي تتعلق بها وانا عاوتاني اعطيت المعطيات ديالي فيما يتعلق قدرنا محاضر ديالنا لغة ديال الجمعة عطيتهم ما يفيد في قرص مدمج طريقة باش دخلوا الطريقة باش قتاح مو الشقاق والطريقة باش 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 خرجوا باش فاشكا الرجع من 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 الدائرة الامنية نفيدهم بالقرص لغة ديالي كان تفاجأ بميلف فيه بجموعة المحتوى الدالي بما فيهم عاقد الكراء اللي تربض بيني وبينه فيه التوصيل باش كنخلص يعني كل شهر فيه اوراق ديال المقدو بل اكتر ميادة فيه شهادة ميلكية ديال احدد الشوقاق لتنمتلكم في حمرية ومبلغ مئة الف درهم مبلغ مئة الف درهم حنا ما كيجيناش غريب انك تسرقنا وطعنا 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 ومشينا ومشا وفلوس وجا وفلوس مبلغ مئة الف درهم الامور سهلة عندي توصيل باش خرجتها من اللاجونس ديالي يعني من من البنك وتوصيله عندي ودليت به الضبيطة القادية الحمد لله استجبونا سمعونا اعطاونا وقتنا دانونا محاضر تم الاستدعاء ديال دوك الاشخاص بثلاثة لما تم الاستدعاء ديالهم سمعو لهم تاهم في محاضر الرسمية الخطير في الامر الان هو تل انسان لما تيبغي غلط ما تيكونش انسان وفي انسان مخلص انسان دو واحد يكون قدوة فالشخص الاول لقاو عليه مذكرات بحت كان روش هيرشي الشخص تاني اللي انتم وفوت قضائي تبارك الله وادرى قانونيا بهذا الامور اللي خصي يكون حاضرين في هات الطرفين والاجراءات القانونية باش تدخل الواحد الماحل تهوى بدون رخصة بدون طلاب بدون امر من رئيس المحكامة والشخص اللي كتربت بينه وبينه العقدة هذا داخل بالعجرافة وداخل بالبروتوكول والبريسيج كأنه هو المالك الاصلي مع عرش والنصوص القانونية اللي كتقول رك كريتي واحد الماحل ما بقى عندك شي حق فيه بغيتي تجيله مرحبا كتصل بصاحب الماحل كتاخد منه الايدن او لكي يجي كيكون يعني كيكون واحد دم من طرفي ومن طرفه ودخل ماشي مشكيين مرحبا حرروا لهم محاضر ديالهم من بعد تمت الاستشارة مع النيابة العامة النيابة العامة اعطات الامر ديالها بالتقديم في حالة صراح تقديم كان اليوم كان تقديم مباشرة عند سيد الوكيل لي لحصل الحد والحمد لله تبين على ان المفوض القضائي عندهم جموعة من الميلفات ليهما خيبة في المحكمة دياله وعنده صوابق يعلم الله في النصب او في مجموعة من الاقتحامات او 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 شيء من قادر القابلة دياله اللي قال هلو الوكيل امامنا امام المحامي ديالي وامام الاصدقاء دياله حتى رجل الامن اللي كان الداخل الشخص تاني اكتفى بانه قالك انا غي صديق ديالي جابني وجيت معه يعني كيتكلموا بوحد العشوائية وكيتكلموا بوحد طرق اللي كتستغرب في عصر الفين وواحد وعشرين عهد تكنولوجيا عهد تقدم عهد الوعي عهد تقافة انسان كيتكلم بعشوائيا محل ديال مولاه وحده فندقية ديال مولاه عنده فيها عقود دياله عنده فيها قانون دياله كتجين تبيدون سند قانوني كتقتاحم الشقاق كيتم بلولوج ديالك للعقامة كاميرات المراقبة مسجلك كتدخل هنا كتخرجين يعلم الله شنو حطيتي يعلم الله شنو الزيتي واش ممنوعات واش اعمال سحر واش 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 بل اكتر من هذا دخلته للشقة ديالي اللي كان حطيها الاغراض الشخصية ديالي وكان استغلها الجلوس ديالي فيها يعني شنو هذا المنكر هذه جريمة ضحق واحد الوحدة الفندقية واش هذا هو الدعم للشباب واش هذا هو الأخذ بيد مجموعة من الشباب واش ديال مساندة ديال مجموعة من مرسس ميرين الشباب وبالله عليك الإنسان فاش يكون قال سمع لي ما بيف داره ويجيه ثلاثة الأشخاص ويقتح ملك الماحل ويدخلوه ويخرجوه ويبغاوه بدون صيفة بدون ساند قانوني عشوائيا شنو هذي؟ هذه جريمة ويعاقب عليها منطرف القانون كين فوصول وكين نصوص قانونية تمت الإحالة ديالهم على قادي التحقيق قادي التحقيق نفس الشيء تلعتهم في الكلام ما عندهم شي مبررات ما عندهم ما يقولوا لا غالبة إلا لاحصلوا والحصلة الكبيرة هي أنه ماشي أنا ماشي المستخدامة ماشي المحاضر الحصلة الكبيرة اللي كتحصل وهو ما كاميرات المراقبة لموتقين لمداهمة والاقتحام بل أكثر من هذا تفتيش ديال الشوقاق تمت الإحالة لقادي التحقيق اليوم هذا في إطار المستجدات وفي إطار التطورات قادي التحقيق أعطاهم جلسة ديال 27 من هذا الشهر نحن نعيشه شهر 4 أبريل وفرض عليهم المراقبة القضائية مع سحب الجوازات بالنسبة للتهم اللي هي تابتها في حقهم واللي غايت تابعوا بها فكين صارقة وكين الهجوم على مسكة الغير هناك واحد 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 كيفما تقول واحد القفزة من طرف المحامي ديالي شكر موصول لتاوى سليم هنبوس قليلا كيبدل واحد المجهورات معايا كبيرة الحمد لله وما كيبخلش عليها من جموعة الاستشارة ليلة نهار صراحة الله كينا واحد القفزة واحد تطور خفيف ما بغتش نحرق المرحلة يقوم به يوم الغد الجمعة إن شاء الله فيما يخص هذا الميلف بغض النظر على المتابعة ديالهم اللي كتخص السريقة والهجوم على مسكة الغير وبغض النظر على الجلسة ديال 27 من هات الشهر ديالي اعتالهم وفرض المراقبة القضائية هاتش الأخدريس فيما يخص تطورات والمسجدات ديال اليوم اللي كنتكلم لك عليها اليوم الخامس